اهلا بكم كل سنة وانتو طيبين ويا رب الايام اللي جاية تبقى احلى علينا من الايام اللي فاتت وطبعا ماينفعش العيد الكبير يعدي علينا من غير طبق الفتة العظيم ده انا عن نفسي بحب طبق الفتة ده قوي ويعني بعمله حتى لو في العزمات وبعمله على مدار الاسبوع طبق فعلا حلو اول حاجة هنعملها هي اللحمة هنجيب كمية من اللحمة ونحطها مع بصل وحبهان وارق لورة وملح وفلفل في مياه مغلية بس دايما لازم نسوي اللحمة على درجة حرارة هادية اقل نار عندنا علشان تطلع دايبة كده وعملة زي الزبدة وما تشدش مننا وكده خلصنا اللحمة الصلصة خمس طماطم مضربين مع لقتين صلصة طماطم عشر فصوص طوم ربع كباية خل ملح فلفل بابريكا وشطة هنا في حل على النار انا حطيت معلقتين زيت ومعاهم التوم ياخد بس تشويحة بسيطة لون اصفر وبعد كده ننزل بالخل عندنا ربع كباية خل وخدوا بالكوا هتلاقوا الخل مرة واحدة فار كده لما ينزل على الزيت يدوب ناخدهم تقليبة كده مع بعض طبعا مش قادر اقول لكم ريحة هنا هتبقى خرافية يعني هننزل بعد كده بالطماطم المضروبة ايوا اهي هننزل بقى كمية الطماطم بتاعتنا كلها ونقلب كده انا دايما بحب اضيف السلسل للصاص بتاع الفتة ده علشان بتديها لون حلو قوي ساعات كتير الطماطم الصبحة بتكون لونها باهت وكمان بتدي طعم حلو قوي ايوا كده تمام هننزل بقى بنص كباية مية وممكن على فكرة ندوب السلسل في نص كباية المية ده قبل ما نضيفه على النار ونقلب بقى كويس نتأكد ان ما فيش اي تكتلات كله دب مع بعضه وبعد كده هننزل بالبهارات ادي الملح والفلفل الاسود وبودرة التوم بودرة التوم حاجة اختيارية مش لازم تتحط والبابريكا وبرضو الشطة حاجة اختيارية بس انا بحب اخط تنتوفة كده بتدي طعم حلو قوي لصالصة نقلب بقى كويس ونسيبها على درجة حرارة متوسطة واحنا مغطيين النار لحدة ما نلاقيها بقليلة كده تبقى هي كده تمام ندخل بقى على الرز كبايتين رز كبايتين شربة معلقة سمنة ملح ومستيكة هنا في حل على النار انا حطيت السمنة وحطيت معاها فصين مستيكة المستيكة بتقلب طعم الرز جربوها هتعجبكم طبعا الرز احنا نقعناه وغسلناه كويس هنحطه هنا وهنديله كده تقليبة بسيطة كده مع السمنة الاول انا بصراحة بحب اقلبه شوية في السمنة قبل ما حط الشربة علشان بحس ان الرز كده بيطلع من فرفة كده مش معجن يعني الرزاية كده بحالها موجودة ومش متكسر بعد كده ننزل بالشربة واخدوا بالكو لو انتم حدقين الشربة يبقى الملح اللي احنا نحطه في الرز يكون خفيف يعني على حسب بقى تمام انا هنا حطيت الملح لان انا ما كنتش حطى ملح في الشربة بتاعت اللحمة هسيبه بقى على نار عالية لتشرب الاول كده تشرب وتمام هنغطيه وننقله على درجة حرارة هادية خالص لحد دا ما يستوي هنيجي بقى للعيش طبعا الفتا يعني العيش المصري بس انا ما كانش متوفر عني فعملته بالعيش ده وهو ليه طرق كتير يأما بنحطه في الفرن يأما بنعمله على البتاجاز بس انا قلت طالما احنا في العيد بقى لازم نعمله بالطريقة اللي على اصلها هنا حطيته في معلقة سامنة كده وفضلت تقلب ولما لقيته تحمص ضفت عليه كمون وملح انا بحب احط الكمون هنا قوي يعني بحس ان هو بيدي طعم حلو قوي للفتا وكده العيش تمام هنا بقى نقعت اللوز علشان اقدر يبقى سهل علي تقشيره عشان لما حمصه هنيجي بقى على النار معلقة سامنة وهنحط اللحمة بتاعتنا ونرش عليها شوية من الفلفل الاسود وفي نفس السامنة دي هنحط فيها اللوز اللي احنا قشرناه هنفضل نقلب كده ما تمشوش من قدام اللوز وفضلوا قلبوا فيه لانه هو بيتحرق بسرعة قوي ايوه هنفضل نقلب فيه كده لحد ما نحمصه هنا بقى كده مكونات الفتا بتاعتنا كلها جازة اللحمة والعيش والرز الخطير ده والسلسة واللوز الجميل ده يلا بقى هنغرف الفتا اول حاجة هنحط العيش فيه ناس بتحب تحط شربة بتسئل العيش بالشربة بس انا ما بحبش عمل كده بحس ان هو بيترى بس طمعا لو انتوا بتحبوا تعملوا كده عملوها ونزلوا بقى الرز ايوه بصوا الرز حلو ازاي مش معجن ايوه احطت بقى كمية الرز كلها الفتا من الحاجات كمان الحلوة قوي في العزومات لان هي منجزة وممكن نشتغل فيها من قبلها بيوم وهتبقى فعلا حلوة هتعجب الناس ننزل بقى بالسلسة الرهيبة بتاعتنا دي ايوه حط كده كمية الصلسة كلها ايوه كده تمام هننزل بقى باللحمة على فكرة الفتا ممكن تتعامل بقطع كتير من اللحمة يعني مش شرط ان هي تكون لحمة اللي هي القطع دي ممكن تتعامل بالموزة ممكن تتعامل بالرقبة ممكن تتعامل بحاجات كتير بس طبعا هي الموزة اكتر حاجة بتتعامل بيها الفتا وبعد كده بقى ناخد سبرينكل كده من اللوز المحمص ده انا عارفة ان في ناس كتير ما بتعرفش موضوع اللوز ده بس اللوز ده بجد بيفرق جدا في طعم الفتا جربوه على ضمانتي ما تقلقوش لو اعقبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد باي باي